بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة للمتابعين الفيديو هذا اليوم مشكلة صارت عنه عن أحد الأصدقاء ومحطة الآخر ونريد الباقين حتى مية وقعوا بيها المشكلة هيكلات بالبداية من شد المحطة هذي المحطة هذي أخذوا 50 مرقة وما هو أي تعليمات ولا توجيهات يعني المطروف إحنا بنشتري هسه أي جهاز القويات وطيب التعليمات الإدامة الصيانة هاي سويها إلا سويها أبسط الشركات تسوي بتعليب ويار هاي الشركة نصبت وأخذت 50 ورقة وما أطلت أي تعليمات الإدامة للتنظيف بعد ما وقعنا المشاكل عديدة رح نقول لكم مشاكل اللي صارت عندنا حتى مصير عندكم الدول المشكلة الأولى هذا الكتاب المفروض ما يصير يفرغ من المي فإحنا صاحب المحطة فرغ عدة من المي وبقى المعطور يشتغل سوي سحب عدة فاكيوم ومفجر هذا الضغط بالخسف للداخل يعني واتلف هذا طبعا الفلتر تشوفون هذا طويل هذا الفلتر سعره 300 ألف هاي أول خسارة خسار نهض هاي المحطة الشغلة الثانية هاكو إدامة الشغلة الثانية شغلة المنبرين هذا شوفون المنبرين هذا المنبرين هذا الجزء الحيوي بالمحطة هذا السعر تقريبا حوالي 400 ل 500 دولار المفروض المفروض الشركة تقول لصاحب المحطة تقول لك هاكو إدامة يومية ما الفلتر النظيف يومية يصير هاكو شغلة إدامة أسبوعية عن طريق الحامل هاي الشغل المفروض يسوينا محطة ترابطة للغسل هاي المحطة ما سووا لها كل شي فإحنا هسا سوينا سوينا محطة ساعنية الشي اللي دع ساعدكم بأنه إذا نصد هذا المنبرين هذا المنطور المنطور الدفع اللي يدفع المنبرين راح يحمي ويحترق احتمالا هذا المنطور سعره 300 تشوفون هذا المنطور كلش غالي فهاي أحد المشاكل الشغل راح تعرف بأنه صار عندك انصداد بالمنبرين هذي المقياس هذا المقياس الماء الحلو هل نقول أو النقي المفروض يسعد بين العشرين و الخمسة وعشرين هاي بداية المحطة بس منيزل عندك الأربعة وخمسة معناتها عندك صار انصداد بالمنبرين فإحنا بعد ما وقع الفاص بالرأس راح يشوفون الفيديو كيف سوينا إدامة عليه بقدرنا نتخلص من هاي الأملاح والانصداد اللي صار بالمنبرين فاللي ردي نقوله مثلي تنصب محطة رجائعا أفرض على صاحب المحطة اللي راح ينصبها أفرض مني تطلب كتالوج تطلب تعليمات تطلب طريقة الإدامة يعني مو دائما ترجع للشركة تطلب تعليمات تطلب تعليمات هاي صالحهم حتى دائما تحتاجهم وهذا غلط الشغلة الأخرى أصحاب المحطة المقروضية عندها معلومات ينور الباقين ليش يخلوها دائما المعلومات مخصورة مهاسبك أجر بها ليش هاي صاعب المحطة الخسار خسار غواية ويقول ما يوصل للنتيجة المفروض أنت عندك معلومات قولها للناس هرح تخسر شيء أصحاب دائما أطع المعلومات ما نازل شيء بجيبي بس أردن أور الباقين حتى لا يبغون بصفرة فشوفوا يانا هذا الفيديو اللي رح تشوفوه هسا عشان قدرنا نتخلص من الأوصاع والأتربة التحيات لكم وشوفهم لكم هنا مثل ما قلنا المقياس هذا بالأصل كان تقريباً عشرين إلى خمسة وعشرين فنزل عندنا المستوى إلى تقريباً أربعة خمسة دلالة أنه ماكو تصفية مي مضبوطة يعني مزدود عندنا المنبرين وهذا المنبرين سعره تقريباً خمسمائة ستمائة ألف دينار يعني حوالي أربعمائة وخمسمائة دولار هنا بعد ما صارت المشكلة اتصل صاحبها بالشركة وقالوا له هاي رح نطيك محالي لاثنين محلول حامضي ومحلول قاعدي حتى تعاج المشكلة ويمشي عندك مسافة حوالي يعني كلا نقول شهر شهرين وهالحال لازم تبدل المنبرين فاللي سواه صاحب المحطة هذا المنبرين هو اللي نقول لكم عليه وهذا الجزء الحيوي اللي يصد الأوساخ والأتربة ويفلتر المي هنا طبعا نأسف على هاي الصورة لأنه صار خلل بالتصوير رح نرجع حتى سواياكم هنا سوينا المحطة الخارجية عن طريق مد بوري للخلف إلى خزان وهذا تشوفون المي الطين دا يطلع بعد ما سوينا هاي العملية لاحظوا الطين اللي دا يطلع من المنبرين هنا سوينا مداورة يعني بين دارة قصيرة بين المنبرين وبين الماطور وبين الحوض هذا المنبرين ماته حتى يصير ضخ عن طريق محلول حامضي ومحلول قاعدي هس رح نشوفكم إياهم تصويرهم هاي الأزاة دا نشوفكم إياهمات المحطة لاحظوا هنا شون المي دا يطلع هاي العملية سويها يعني مرة مرتين ثلاثة إلى أن يصفى عندك المي هاي المادة الحامضية اللي قلنا تتخلى بالبداية تنحل بسبعين لتر من المي وتسوي عملية الغسل يعني مداور وأكو هاي المادة القاعدية هاي المرة الثانية أيضا تسويها أيضا تنحل بتقريبا سبعين أو ثمانين لتر من المي بهذا الخزان وتسوي عملية مداورة يعني الماطور يسحب من هذا الخزان يضرب على المنبرين يطلع الوسخ ماته ويرجع على نفس الحوض حتى يسوي له الغسل وبعدين تذب المي وتعيد العملية مرتين ثلاثة يعني تقريبا خلال ساعة ساعة ونص تم العملية المادة الحامضية أول مرة شفتوها وبعدين القاعدية وراح تشوفوا النتائج شون يطلع المي الوسخ التكلسات اللي محصورة بالمنبرين اللي يساد المنبرين على خروج المي هاي هسا الغسل الأولى اللي سويناها لاحظ المي شون وصخ هذا المفروض يطلع لك مي نقي زلال لأنه تعرفون هاي هذا البقايا اللي ترسبات مرتها السواء مرة غسل وبعدين تخلي مي حلو يعني مي آآ وتغسل به مرة ثانية وثالثة إلى نشوف المي يطلع عندك صافي مية بالمية هاي العملية هسا اللي نسويها مجرد وهسا هذا مي حلو خلينا به حتى نغسل بالمي الحلو المصفة يعني هاي المفروض هاي كلها مصممة من ضمن المحطة يعني مو دائما تطلع خزان هسا لاحظ أول بداية رح يطلع مي نظيف لاحظ المي شون صار وصخ بعض طين إذا يطلع من المنبريم يعني إذا نذب مي حلو شوف شون يطلع لك مي كل طين فهالعملية سويها مرتين ثلاثة إلى نشوف المي يطلع لك بعدين مي نظيف أيضا تتكرر العملية من الشوف المي يطلع صافي معناته انغسل من بريم والحمد الله والشكر تمت العملية بنجاح وهسا المحطة قامت تشتغل بس اللي يريد نقوله لازم تتحذر من هاي الشغلة اللي انه المشروع تكاليفه هواية لاحظ هسا شوية أخاف صارت كل ما تغسله زايد يطلع عندك الوسخ والطين تحياتنا لكم وشكرا لكم